بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس من الشبطر الثالث بعنوان Application Nautic Tane Isometric سوف نواصل مع المثال اللي شفناه في الجزء الخامس وهو المنظور ده وهنحاول إيه؟ هنحاول نرسم الـ Isometric حددنا في الجزء الخامس نقطة البداية وقلنا هنرتفع من تحت 34 وهنيجي من اليمين 122 وكده تحصلنا على نقطة البداية والآن هنبدأ إيه؟ هنبدأ نرسم المنظور بتاعنا ليزومتري ده خط الـ X بتاعنا وده خط الـ Y وده خط A خط Z عشان نرسم المنظور هنجيب المصطرة بتاعنا تحت هذه المصطرة وحنجيب المثلث وإيه؟ هنروح في اتجاه الـ X نرسم الخط ده طوله كم؟ طوله 100 نشيل منها 40 باقي 60 نقسمها على 2 ونتحصل على 30 يعني طول الخط ده 30 وطول الخط ده 30 ملي متر يعني هنروح في اتجاه هنا الـ X 30 ملي متر هنحطها هنا الـ X عشان ما ننساها ده المفروض ده الـ X بتاعنا وده الـ Y وده A وده Z ده أول خط رسمناه بعدها هنعمل A هنترك فراغ هنا اللي هو يساوي كم؟ اللي هو يساوي 40 هذا الفراغ بتاعي يساوي 40 ونرسم خط طوله كم؟ هنرسم خط هنا طوله كم؟ طوله A زي الخط ده اللي طوله 33 ده طول الخط بتاعنا 30 بعدها هنجيب المثلث ونضعه على المسطرة على الزاوية 90 ونزيحه في اتجاه اليمين الى نصل الى نقطة البداية ونرسم خط عمودي بارتفاع كم؟ ارتفاع الخط ده بتاعنا هو المفروض يساوي كم؟ يساوي 15 ملي متر يعني هنرتفع هنا 15 ملي متر هذا الخط بتاعنا اللي رسمناه هذا الخط هو هذا الخط اللي رسمناه في اتجاه الزد وبعدها هنزيح المثلث للنقطة الثانية دي وهنرسم نفس الخط ولكن بارتفاع 20 بارتفاع 20 هذا الخط ارتفاع 20 وبعدها هنزيح المثلث الى نصل للنقطة هذه ونرسم خط عمودي في اتجاه الزد بارتفاع كم؟ بارتفاع 20 هذا هو الخط بتاعنا وبعدها هنزيح المثلث الى اخر نقطة بتاعنا ونرسم خط ارتفاع كم؟ ارتفاع 15 زي الخط ده هنرسم خط ارتفاع 15 بعدها هنوصل للنقطة هذه بالنقطة هذه عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط بتاعنا ده بعدها هنروح في اتجاه الواي مسافة كم؟ مسافة 50 عشان نرسم الخط بتاعنا ده وهنطلع فوق هنا 15 عشان نرسم الخط ده ونوصل للنقطة دي بالنقطة دي ودي حاجة سهلة بعدها وصلنا الخط ده في ورسمنا الخط هذا في اتجاه ايه؟ في اتجاه الواي وبعدها هنرتفع مسافة 50 هذه المسافة بتاعي هنرتفع مسافة 50 ونرسم ايه؟ نرسم خط خفيف هذا الخط الخفيف بتاعي طوله كم؟ طوله 100 وبعدها هاجي في الوسط هنا واروح مسافة 50 كده ها روحنا مسافة 50 من الوسط مسافة 50 ورسمنا خط صغير ده طوله كم؟ او بالاحرى هنا خلينا نشوف على المنظور هنا محتاجين نرسم الخط الصغير ده خط الصغير ده المفروض عندي هنا كلها المسافة 60 يعني من الوسط هنا عندي كم 30 وطول الخط الصغير ده المفروض هجيبه ازاي؟ عندي طولها هذي ايه؟ هي القطر بتاع الدايرة ده اللي هو كم؟ اللي هو 25 ضرب 2 اللي هو 50 يعني طول المسافة دي نعيد ثاني طول المسافة هذي 60 وطول المسافة هذي 50 يعني الباقي عشرة يعني الخط الصغير ده طوله كم؟ طوله 5 ملي متر يعني هاروح مسافة من هنا من الوسط هاروح مسافة 30 هاروح مسافة 30 هذي 30 وإيه؟ وأرسم خط هنا طوله كم؟ طوله 5 ملي متر نفس الحاجة من الناحية التانية قلنا هذا الوسط بتاعي رحت كم 30 كده؟ وارجعت وراء كده كم؟ 5 ملي متر ورسمنا الخط الصغير ده والخط الصغير ده بعدها هوصل النقطة هذي بهذه والنقطة هذي بالنقطة هذي عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط المائل ده والخط المائل ده بعدها هاجم النقطة هذي واروح في اتجاه ال-Y في اتجاه ال-Y كده مسافة كم؟ عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط ده اللي هو طوله كم اللي هو طوله 50 نفس الحاجة هاجم للنقطة دي وأرسم الخط هذا اللي طوله كم اللي طوله ايه؟ طوله 50 ونجفر الخطين ونوصل النقطة هذي بالنقطة هذي عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط ده هذا الخط بعدها هاجم مسافة من هنا الهين مسافة كم؟ نبحث علىها هنا اللي هي مسافة 10 ملي متر اروح مسافة 10 ملي متر كده ونزل خط عمودي انزل خط عمودي هذا خط عمودي طوله كم الخط العمودي ده طوله 25 اللي هو ده الخط طوله 25 بعدها ارسم خط موازي ده من النقطة دي ارسم خط موازي للخط ده من النقطة دي وبعدها اوصل بكل بساطة النقطة هذي بالنقطة هذي بعدها اروح من النقطة هذي موازي للواي هذا الواي بتاعي مسافة كم؟ قلنا هذي كلها 50 اشيل من هنا 10 واشيل من هنا 10 تبقى 30 يعني الخط هذا طوله كم؟ طوله 30 ملي متر يعني ارسم خط طوله كم؟ طوله 30 ملي متر هذا الخط من هنا الهين طوله 30 ملي متر بعدها ارسم خط من النقطة هذي واترك هنا مسافة 10 ملي متر وارسم الخط بتاعه وبعدها على زاوية 30 زاوية 30 موازي لإيه موازي لإيه الواي برسم الخط بتاعي ده اللي هو بيمثل الخط ده اروح للنحية التانية وارتفع من هنا مسافة كم؟ ارتفع مسافة 30 عشان ارسم الخط ده من النقطة هذي للنقطة هذي بعد ما رسمنا الخط ده ااجي من هنا وارتفع بنفس المسافة اللي هي ايه 30 عشان ارسم الخط ده هذه البداية بتاعه وهذه النهاية بتاعه ونفس الحاجة من النقطة هذي هذه نفس النقطة بارسم الخط ده اللي هو طوله كم؟ طوله 30 بعدها هارسم السنتر لاين بتاعي هذا السنتر لاين بتاعي موازي لإيه السنتر لاين موازي لإيه للإكس هذه الإكس بتاعي وهذه إيه هذه الواي وقلنا الزاد اللي هي الزد اللي هي عمودي رسمنا السنتر لاين اللي هو موازي للإكس بعدها هارسم السنتر لاين اللي هو موازي لإيه موازي لإيه للزد ااجي في الوسط هنا وارسميه السنتر لاين بتاعي العمودي بعدها انزل مسافة كم؟ هنزل مسافة 25 هنا عايزين نرسم إيه؟ عايزين نرسم الجزء بتاع الإيليبس ده نص الإيليبس ده هو بمثل دايرة نص قطرها 25 يعني هنزل تحت هنزل من هنا مسافة 25 مليمتر وارسم الخط ده اللي هو موازي لإيه؟ اللي هو موازي لإيه؟ للإكس بعد ما رسمت الخط الموازي ده هطلع فوق كمان مسافة 25 وارسم الخط الموازي ده وأكمل الخط ده اللي هو موجود على مسافة 25 قلنا 25 مليمتر دي بتمثل إيه؟ بتمثل الار بتاع الإيليبس بتاعنا ده وأوصل الخط كمان من ناحية التانية ده أكمله وكده تحصلت على نجات التقاطع اللي هتعطينا إيه؟ مراكز الإيليبس بتاعنا هروح أركز في النقطة واحد هذه النقطة واحد بتاعنا وأفتح الفرجار للنقطة ستة من واحد أفتح الستة ووصل النقطة ستة بالنقطة أربعة ده بالنسبة للمركز الأول بالنسبة للمركز الثاني إزاي تحصلنا عليه؟ وصلنا النقطة واحد بالنقطة أربعة والنقطة خمسة بالنقطة اثنين عشان نتحصل على المركز الثاني بتاع الإيليبس بتاعنا وأخذ الفرجار وراح أركز في نقطة التقاطع دي وافتح الفرجار إلى النقطة أربعة ووصل النقطة أربعة بالنقطة اثنين وكده تحصلنا على إيه؟ أو رسمنا إيه؟ رسمنا الجزء أو نصف الإيليبس ده بعدها هنعمل إزاحة بتاع المركز واحد هنعمل له إزاحة في اتجاه A وهذه نقطة مهمة جدا هنعمل له إزاحة في اتجاه ال-Y بكم الإزاحة دي هنعمل إزاحة بتاع المركز ده بمسافة خمسين عشان نرسم الجزء الثاني بتاع الإليبس هذا الجزء محتاجين نرسمه عشان نرسمه عملنا إيه عملنا إزاحة بتاع المركز واحد في اتجاه ال-Y مسافة كم مسافة خمسين مليمتر إيه هي الخمسين هي هذه المسافة بتاعنا بعدما عملنا الإزاحة نيجي للمركز ده اللي أزحناه وناخد نفس الفتحة الأولى اللي هي من واحد إلى ستة هادي الفتحة اللي هنفتح بها الفرجار من واحد إلى ستة ونروح نركز في المركز ده اللي تحصلنا عليه بعد إزاحة المركز واحد وإيه ونرسم الجزء بتاعنا ده ده تعتبر عملية إيه إزاحة الخطوة البعدها هنزيح المركز ده في اتجاه الواي في اتجاه الواي كده مسافة كم مسافة خمسين مليمتر ونجيب الفرجار نجيب الفرجار ونركز هنا وناخذ الفتحة هادي ونروح للنقطة اللي أزحناها هنا ونركز الفرجار هنا بالفتحة اللي أخذناها ده ونرسم الجزء بتاعنا ده بعدها أجيب المثلث وأضع المثلث بحيث أتحصل هنا على تماس وهنا على تماس وإيه وأرسم الخط هذا اللي محتاجينه هذا الخط بتاعي اللي يربط بين الإليبس ده والإليبس ده باجي عندنا إيه باجي عندنا الإليبس الصغير ده البيضاوي ده اللي هو الار بتاعه هنا عشرة يعني هنزل من هنا مسافة عشرة وأرسم خط موازي للإكس نفس الحاجة هطلع فوق مسافة عشرة وأرسم إيه خط موازي أروح يمين وأروح شمال وأرسم إيه خط موازي لإيه موازي للزد هادي المسافة عشرة ودي المسافة عشرة وكده تحصلنا على مركزين بتاع البيضاوي بتاعنا وعايزين نتحصل على المركزين التانين نوصل للنجات دي ببعضها ونبدأ إيه نرسم الإليبس بتاعنا نيجي للمركز ده الأول ونفتح الفرجار للنقطة دي ونوصلها بالنقطة دي كده تحصلنا على الجزء الأول بتاع الإليبس بعدها هاجي للمركز ده وأفتح الفرجار للنقطة هادي ووصلها بالنقطة هادي كده تحصلنا على إيه على الجزء الثاني بتاع الإليبس أروح للمركز ده وأفتح الفرجار للنقطة هادي ووصلها بإيه بالنقطة دي وآخر جزء بتاع الإليبس هاجي للمركز ده أركز الفرجار هنا وأفتحه للنقطة هادي وأوصلها بإيه بالنقطة دي وكده إيه رسبنا البيضاوي بتاعنا ترجمة نانسي قنقر